اشتركوا في القناة حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لمنتسبي الهيئة كل التوفيق والنجاح بعدها استعرض سموه مع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خطط الهيئة العامة للرياضة لدعم الجهات الرياضية على الشكل الذي يسهم في تنفيذ أهداف وتطلعات سموه لترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه للنهوض بالقطاع الرياضي وناقش اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع رئيس الهيئة عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الهيئة الخاصة بتعزيز الدعم وسياسات الربط الإلكتروني في تنفيذ الإجراءات الإدارية بما يضمن تحقيق التطلعات نحو تعزيز نظام الحوكمة والذي يدعم تطبيق الاحتراف والانتقال بالرياضة إلى مرحلة الصناعة بهدف جعلها رافدا من الروافد الأساسية لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الجهود المتميزة التي يبدلها سموه والتي ساهمت في ارتقاء قطاع الرياضة مؤكدا أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ترحب بتعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة للدفع بعجلة التطوير والتقدم في المجال الرياضي بالمملكة ترجمة نانسي قنقر